بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين الشاعر السوري المعاصر غسان حنى في قسيدته الحسين بن علي يقول رأس الحسين هوى لو أني شاهد لمددت قلبي فالفؤاد إناء أو ربما جانبت عن تقبيله خوفا من أن تتلاحم الأجزاء ولما سئل الشاعر عن خوفه من تلاحم أجزاء الحسين فأجاب بكل تأثر نعم أنا أخاف أن تعود أوصاله إلى التلاحم من جديد لأن يزيد يعيش في عصرنا هذا وسوف يعود إلى قتل الحسين من جديد ولهذا لا أريد أن يعاني الحسين من أجل الإنسانية أكثر من معانا الحسين رسالة إنسانية موضوع هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة ويسعدني أن أستضيف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة وإمام مسجد القدس في صيدة سماحة المفكر الشيخ ماهر حمود أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ أهلا بكم الله أعزم الله وجوركم سماحة الشيخ سماحة الشيخ سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن يقول الحسين تهفو له القلوب يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين وكثير من غير المسلمين سماحة الشيخ لماذا نتناسى هذه المواقف اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أولا هناك إشكالية إشكالية التي استجدت في هذه السنوات الأخيرة باعتبار أن سيد قطب يقدم كرمز للتطرف فالاستجهاد بكلامه وهو كلام رائع وهناك كلام أجمل من هذا له لهو تماما تماما الشعار الذي يرفع الدم ينتصر على السيف بألفاظ متقاربة جدا وكأنه يعيش فيه نعم في تفسير سورة غافر تحديدا أزول بصلي القرآن أنا أقول هون قبل أن أقول لأنه أنا يعني دائما أدافع يؤتى ببعض الألفاظ من كتب سيد قطب فيعتبر أنه باب أو فتوى التكفير وتنسب إلى كتابه معالم في الطريق أنه أيضا كفر يعني مستند التكفير والدبح المعاصر أنا نعم أبرئه من ذلك وأظن ليس موضوع الحلقة هو هذا الموضوع من أجل ذلك أنا أفخر وأحب أن أستشهد بكلام سيد قطب أحب كلامه وأقرأه وطبعا هو ليس معصوما بعض الألفاظ التي نسبت إليه تفهم منه يفهم منها ما ذكرناه نعم ليس كذلك قد قرأناه ولم نفهم ما فهمه الآخرون هذا الكلام يعني رائع فعلا أنه التقدير هذا الموقف العظيم للإمام الحسين متجاوزا المذهبية أولا لأنه النصوص السنية إذا جاز التعبير نسميها كذلك تؤكد يعني على عظمة الإمام الحسين وأنه سيد شباب أهل الجنة مع سيدنا الحسن ويعني علماء عصر الآن يعني ثم يتجاوز الإسلام إذا جاز التعبير كما ذكرته مثل هذا الكلام الطيب الرائع لهذا الشعر غسان حنة وكلام غاندي وكلام كثيرين من المفكرين في التاريخ الذين اطلعوا على هذا التراث يتم تجاوز موقف الأمام الحسين والتخفيف من شأنه أو حتى تجاوز هذه المرحلة لأنهم فعلاً هذه الفكرة التي قال الأستاذ غسان حنة جديرة بالاهتمام بأنه نعم لأنه يزيداً موجود ويخشى أصحاب العروش وأصحاب الأموال الفاسدة أن يتعلم المجاهدون والأحرار من الحسين لماذا سمحت الشيء؟ هناك انسحاب باستحياء من قضية الحسين من عند البعض البعض لا أقول أعذرهم لكن أفهمهم نعم لأنه للأسف ردت فعل على طول ردت فعل ردت فعل يعني كما كان بعض المبالغة في بعض صفات في بعض صفات أهل البيت رداً على اللعن والشتيمة لسيدنا علي على منابر بني أمية كذلك بعض المبالغة في تصوير الحسين كأنه الإسلام كله يعني بمعنى تجاوز كثير من الأمور لاستنباط أمور مذهبية واحد وهذا خطأ يقوم البعض في التخفيف حتى لا يكون هذا مادة للمذهبية أو للتشيع البريطاني كما يسميه سمحت السيد الآن في هذه العيارة فأيضاً هي ردت فعل هذه واحدة ثانية في ثقافة مشوهة أحياناً يعني ثقافة أزمة وعي فيه طبعاً ما في شك في ثقافة إسلامية أصلاً تقديم المهم على الأهم وإهمال الرئيسي تماماً نعود إلى كلمة عبد الله بن عمر عندما مر على الكوفة بعد استشهاد الحسين بوقت قصير وسألوه عن دم البعوضة هل يفسد الصلاة أيها المهم قصيراً فقال عجباً لكم تسألون عن دم البعوضة ولا تسألون عن دم الحسين هذه الفكرة فعلاً متكررة الآن العالم الإسلامي مليء فيها يركزون على شيء ويتركون من ضمن هذا السياق سمحت الشيخ أيضاً ما نقل ونشر بالألفين وثلاثة عشر عن داعش ما يسمى الدولة الإسلامية ببيان كان واضح أن الحسين قد خرج على حاكم عصره وبالتالي الحسين قتل بسيف جده وبالتالي هذا يعني أن الحسين هو فتنة الحسين صلى الله عليه فتنة لا يعني هذا يناقضه النص النص المتفق عليه الحسن والحسين سيدات شباب أهل الجنة مثلاً فلو مات على فتنة لما كان السيد شباب أهل الجنة ممكن وإنما الأعمال وخواتيمها هذه الرد الأسرع عليهم هذه شوف لأقول لك الذين يقولون هذا الكلام عددهم لا يتجاوز واحد بالمئة من مفكري أو علماء العالم الإسلامي للأسف يعني لم يصل إلى هذا المستوى لكن فتح هذا الباب ابن تيميا في كتابه فيه شيء من دفاع عن يزيد وإن كان يقول لا تقول عنه ليس صحابياً وليس كذا وليس كذا لكن نعم فيه تجاه للدفاع عنه رد على ذلك ابن الجوزي الرد على المتعصب العنيد في الكتاب نعم ابن الجوزي هو أصلاً يسلفي ولكن رد عليه الرد على المتعصب العنيد في السؤال عن يزيد وكان واضح الكتاب نعم هذا مرجع رئيسي يعني إذا جلزت تعبئة وكان صغير لكن مرجع رئيسي لعلماء السنة في موضوع الحسين في ذن أهل السنة والجماعة سمح الشيخ أنا أطرح الموضوع لأنه أدرك بأن أي سني في العالم كما يقول أحد الباحثين كان يقول أحد الباحثين اسمه لويس جاردي عنده كتاب اسمه أهل الإسلام سمح الشيخ شو بيقول إن السنيين يمجدون ويحبون أهل البيت وإن السنيين أنفسهم مع الشيعة ضد الحكم الأموي البغيط طبع يعني بداش حكي كم عالم من علماء السنة أهين أو حتى قتل سعيد بن جبير لماء مابو حنيفة عروف علماء كثر أهم من ذلك الصحابة الكرام أنس بن مالك الصحابة خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش إلى 101 104 هجرية تقريبا والرسول دعا له بالبركة وبالفعل بارك الله بعمره وبنسله إلى آخره ختم الحجاج ختم على رأبته كما بقية الصحابة ممنوع حتى يعني إذا مروا على حاجز أنه ممنوع يخرجوا من دائرة معينة أهان الصحابة من بقي من الصحابة أهان التابعين وهنا العلماء كلهم سعيد بن جبير سعيد بن موسيب أبو حنيفة النعمان طبعا كان صغيرا هنا الأهان الكبرى عصد أيام العباسيين كان أصبح إماما صحيح يعني المقصود ما لم يكن هناك وأنا أتحدى أن يأتي أحد بنص يمتدح فيه عالم له قيمته أحدا من بني أمية لا من بني أمية حتى بشكل عام هلأ موضوع معاوية باعتبار له صحبة يعني بيختلف قليلا حتى القاضي عبدالجبار المعتزلي في كتابه المغني كان يقول معاوية بن أمياني هو أول ملك في الإسلام رسول أهل قانون صحيح طيب توافق سماحة الشيخ أنه أيضا أحدهم كان يقول يا أخي لكي تصبح قضية كربلاء متوفرة بشكل مقبول في الفكر أهل السنة والجماعة لنميز في فكر أهل السنة والجماعة بين الفكر السني والفكر الأموي بدون شكل لكن شوف مع مرور التاريخ يمكن يمكن وظيفتنا أو يعني المؤرخ هم بيختلط التاريخ مع التدين أنه تنظر إلى الدولة الأموية بغض النظر عن مقياسنا الديني لها مقياس الدنيا دولة قوية دولة انتشرت فتحت أمبراطورية صح من هذا الباب البعض يقول لك يا خيدي أمبراطورية الإسلام وبالنهاية خيرها للمسلمين وشرها عليهم فبالتالي فلننظر إلى الجانب الإيجابي هم مثلا يعني يخطرني أحمد شوقي لما دخل إلى دمشق وتحدث أمره على على المسجد المحزوني أسأله هل في المصلى أو المحرابي مروانه طيب مروانه نحن من نسبة لإلنا واللي حكم أصلا تسع سنوات تسع أشهر عفوا ولم يكن فيها خير هذه التسعر هلأ أبناء أربعة عبد الملك مروان عفوا أبناء عبد الملك أربعة خلفاء يعني لكن واحد مثل أحمد شوقي وله في مدح الرسول ومدح البيت كثير كيف ينظر أو يعني يأتي باسم مروان كرمز للقوة يعني هون يتجاوز الناحية وحتى يعني معاوية أقول لك في النصوص السنية الثابتة وليس له مديح من الناحية الدينية اجتهاداته خطأ فئة باغية أحديث من الناحية المدنية الدفاع عنه يأتي من الناحية المدنية أنه أقام دولة قوية مترامية الأطراف واستقرت الأمور واستفاد المسلمون من ذلك بمن فيهم أقصامه يعني حتى ننصف الفكر السني ما أحد يدافع دينيا عن حق أحد من بني أمية ولا العباس ولا أحد لكن يقولون دائما لابد الإنسان من سلطان لابد للمجتمع من سلطان هون فيه فرق يعني بسيط بين النظر الشعية والسنية المحد مش عم بحكي العامية أنه فيه نعم نوع من احترام الاستقرار للملك حتى لو كان مفسدا لأنه عدم وجود الملك عدم وجود الخليفة هو الفوضى والقتل أنا حياة النساء حتى سماح الشيخ وأنا أدرك نتحدث مع سماحة عالم فاضل وهو من أهل السنة والجماعة نعم حضرتكم وأدرك بأن حب الحسين صلى الله عليه هو متأصل في قلب كل إنسان سني حر واضح كما هو متأصل في قلب كل إنسان شيعي حر لذلك أنا سماح الشيخ كيف يمكن نحن الأحرار أقله على الإنسان الحر سواء كان مسلم أو مسيحي كيف يمكن هل نحول عاشراء إلى حدث كون إنسان جامع هذا يتعلق بدور المسلمين في العالم دور المسلمين في العالم متقلص غير عن أن يكون مثلا دورهم أيام نرجع لفكرة الدولة المدنية دولة بني العباس وقوتها وكذا وإلى آخره فنشر الفكر الأندلوس إلى آخره نحن الآن في العالم إلا للمفكر المتعمق نحن الآن عمال في الغرب مهاجرون متطفلون نحن مواطنون من الدرجة الثانية عندما نذهب إلى أوروبا أو أمريكا عالى عالى فكيف نادرا ما يستطيع المفكر أن يفصل بين حال المسلمين المعاصر وبين ما ينبغ أن يكونوا عليه فهون ليس من السهل أن يعني أن تعطي هذا الدور وأنت لا تأخذ دورك الآن يعني ليس كل الناس ينظر إلى التاريخ وحتى التاريخ ممكن أن يشوى هون يجب أن نذكر بكل أمانة أنه إيران خلال هال سبعة وثمانة وثلاثين سنة الماضية حاولت أن تعيد مجد الإسلام من خلال شعارات فلسطين ووحدة الأمة ومواجهة الاستكبار ونجحت إلى حد كبير يعني من لا يحب إيران من العالم الغربي يحترمها على الأقل صحيح لأنها دولة أصبحت صناعية وصمضت صحيح وممكن كثيرا أن ينقل الفكر الثوري إذا جاز التعبير التحرري إلى العالم ممكن ذلك وخاصة أن الغرب عطا من مقرأ هناك رأى متعددة عن الحسين صلى الله عليه ولكن هناك رأي مجمع عليه هو الحسين صلى الله عليه يعتبره ضمير الأديان فلأنه ضمير الأديان دعا بعضهم أن يكون الإمام الحسين هو يوم الحرية العالمي يعني أن يكون العاشر من محرم العاشر من محرم هو يوم عالمي للحرية تحولوا إلى إلى اليوم الميلادي أظن هو 11-13-20 أول يعني هو يوم والسنة يأتي على فرح السنة يأتي يعني قريب جدا العاشر أظن يأتي 13-13 أظن أظن هكذا وهو كذلك يعني هذا كما قال الرسول في حجة الوداع أن الزمان استدار دورته يوم خلق السموات الأرض موكل 33 سنة تعود التاريخ الهجري لموافقة التاريخ الميلادي فهذه من 33 سنة حصلت والآن حصلت تحصل فإذا بد يكون يوم عالمي بدك تنقل التاريخ الميلادي بتصور جيد بس كفكرة رائعة هل يمكن أن نحقق من حدث كربلاء من عاشراء يوم عالمي للحرية ليش لأن الإمام الحسين صلى الله عليه ثورته هي ثورة الوحيدة في العالم مسلم مسيحي كبير وصغير وطفل وامرأ ورضيع أو يتيم كلهم شاركوا في هذه الثورة كيف يمكن نحن أقله كمسلمين ونعتبر سراءكم سندي أو شيعي أن نساهم في إبراز فكر الحسين الإنساني سيد ما هو موضوع سلوكي يعني عندما مثلا أرى بعض مجارس طبعا قليلة لا شك يجلس فيها المستكبر والغني الفاجر والزاني والسارق وما إلى ذلك وهم يعني يتظاهرون بالبكاء على الحسين وكذا إذا كان هذه الصورة يعني تعممت لن تساهم لن تساهم مصطف السلوك يعني ما تأخذني مع احترامي لكل الأفكار والكتب والمحاضرين وكذا لولا المقاومة في لبنان الآن وفلسطين وهذه العاشرائية هذه الكربلائية هذه الحسينية الواضحة في شبابنا في لبنان وفلسطين طبعا وفي أماكن أخرى في مواجهة التكفير في سوريا في العراق لكن هذه الأبرز بالفعل ما كنا لنشعر بأهمية الحسين صحي ماذا قدمت كربلاء أو الحسين للفكر الإنساني الشعار المشهور الشعار المشهور العزيز على قلبي وعلى كل الدم ينتصر على السيف أهم ما قدمت أنا هكذا أقول يعني بمعنى ليست دائما الهزيمة العسكرية هي انتصار للمنتصر هنا لعلنا نمر على هزيمة أحد العام الثالث للهجرة وكيف القرآن الكريم من خلال آيات الكريمة من سورة آل عمران حولها إلى دروس لا تنسى بحيث نكاد نقول الدروس التي نستفيدها من سورة آل عمران التي تتحدث عن أحد قد نقول أنها أهم من الدروس التي نستفيدها من سورة الأنفال بعد انتصار بدر حلو لأنه نعم فوربنا يعني يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء من الله تعالى بعدين لا ننسى أن هذا قدر إلهي أنا يعني في كل المجالس التي أدعى عليها تقريبا أكرر الآية الكريمة 253 يعني قبل آية الكرسي بآيتين من سورة البقرة تلك الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن ورعم البينات وأيادناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد حيث تحط الموضوع ضمن قدر الله تعالى بعد كل انتشار للهدى بعد انبياء جميعا حسب الآية لابد من امتحان من اختبار من استمر على هذا الخط ومن انحرف عنه من هذا الباب يكون هذا التمحيص هذه الفئة التي صمدت بدمها دليل على استمرارية الدين حتى لو ماتت المقاومة وإيران قلتم من اثناء الكلام سمحت شيء ذكرتم ايران قد تساهم في تحويل الحدث العشرائي الى حدث كوني جامع المقاومة احيت كربلاء او جعلتنا اقله دائما نذكر الحسين سلام الله عليه برأيكم سمحت الشيخ ماهر ما الاولوية المطلوبة اليوم من المقاومة ومن ايران في قضية كربلاء التصور هون اعود الى كلمة اخر كلمة سمحت السيد الخامناء القائد عندما تحدث عن الغدير وقال لا ينبغي ولا يجوز ان يكون احتفال المسلمين او احتفالنا بالغدير بابا للافساد بين المسلمين فالشعار الوحدة الاسلامية مقدم على اي شعار اخر هذا الكلام قد مر للأسف سريعا وما اظن سمعت تعليقات كبيرة عليه لكن اظن انه دستور المطلوب ان استنبت من كل التاريخ الاسلامي من الحسين عليه السلام من اهل البيت جميعا من الصحابة من السيرة النبوية ما اخدم به قضايا المسلمين المعاصرة وعلى رأسها فلسطين ووحدة المسلمين او مواجهة الاستقرار فلسطين ووحدة الاسلامية والتنمية بالنهاية نحن بملاد متخلفة يجب ان نتعلم من تاريخنا كيف نخرج من التخلف الى التقدم نطيف هذا من المقاومة وايران طيب طيب من الجانب الاخر سمعت او قرأت بعضهم حدثني وقرأت بما كان سمحت الشيخ اذا كنت تعرفها كما استفيد منها سمحت الشيخ انه مفتي الجمهورية السبعينات الشيخ حسن خالد فكر ان يقيم في دار الفتوى في لبنان مجلس عزاء هل هكذا خطوات اذا كانت المقاومة وايران تريد عليها ان تعتبر اولوية الوحدة اليس المطلوب ايضا من اخواننا اهل السنة والجماع ان يقوموا ايضا بخطوات لكي تصبح عشرة حدثا انسانيا وليس مذهبيا انا لم اسمح عشرت للشيخ حسن وحدثني بعض الامور الخاصة الله يرحمه وعن علاقته بالسيد موسى الصدر وعلى امور طيبة حدثني نفكر فيها لم اسمع بها انا بالعكس حتى مرة سألته لماذا لا تشارك بالعملي كان وقت احتفال العاملي ولا يزال له رمزي معين فاعطى لي سببا فقيا المهم ما احترمنا رحمة الله عليه وعلى كل يعني العلماء المجاهدين طبعا الرجل كان صادق مع نفسه لكن فيما اظن ان هذا كان شبه مستحيل شبه مستحيل نعم لانه كان بداية اذا جاز التعبير التغلغ او يعني التسرب السلفي الوهابي من جهة والسلطة السعودية يعني مثلا الاربع وثمانية اربع وسبعين اظن جمعنا كطلاب كان عنده بحث عن مصدر تمويل اخر لذلك الفتوى وكان يتكدس بحرية اكثر لكن هذا المصدر لم يستمر فكان للأسف بحاج دائما للمصدر السعودية هذا بالسعودية خاصة بعد بداية الحرب لانه كانت عقارات الاوقاف كلها في البلد ومعاش في بلد القديم داون تاون بسموه الان فبالتالي اجهدت هذه المحاولة او اقل له لو كان على اقل تعديل ما ادري اذا كان انا لم اسمع منه ذلك ولا من المقربين منه انما هذا ليس بعيد عن فكره انما هل امكانية التطبيق انا اتصور انها غير واردة ماذا ستفتح ابواب يعني اقل و بعد ما يدئتين سمحت الشيخ او او اهل او دائي او دين الموجودين يعني هذا قديم ربما محاولات انا ابرر او اقل له احاول ان اجد له سببا تخفيفيا انه المفتي كما تفضلت الوهابية التي انتشرت ولكن الشيخ العليالي كتب قصيدة دمعة سني على الحسين يعني قد اعترض على العنوان لماذا دمعة مسلم على الحسين دمعة انسان على الحسين يريد ان يقول انا السني ايضا ابكي على الحسين هو ابن بنت رسول الله طبعا على علمه هم ايضا مثلنا منسوبين عظم بيت العليالي ايضا من اهل البيت هو مصرح والحمود نعم 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 كثير من عائلات يعني منسوبة على يساعد هذا بغض النظرين نحن موانا انكن ربما احيانا انت اخترت جملة نعم للعليالي عنده كلام خطير كلام خطير يعني في نقد الامويين ومعاوية في كتاب انا عملنا عنه ندوي في المجلس الشيئي مع الشيخ احمد قبلها فترة انا انصح ان ترى النص وان تجعل له حلقة خاصة يعني هذه الكلمة الصغيرة للشيخ عبدالله العليالي لا تكفي للدلالي على ما عنده من تجاه حسين نعم تاريخ الحسين هلأ هون الشيخ العليالي يعني حقيقة مرجع في اللغة لكن في الدين لم يعتبره علمائنا وشبابنا انه مرجع بالعكس حتى تهم في بداية الخمسينات انه الشيخ الاحمر انه شيخ شيوعي انه مجد الشيوعية لحد ما على قل في فترة انطلاقتها فعندما يتكلم بالدين محض الدين يعني لا اجد كثيرا يتجاوب معه وانك ما قال عن حسين موضوع متفق عليه يعني قال له باختصار سمحت شيخ ما المطلوب لكي نتعاون خطوة شيعي خطوة سني نصل لمرحلة اقله ابن بنت النبي صلى الله عليه وعلي وعلي اللي قتل ظلما توحيد الشعار السياسي اولا توحيد الشعار السياسي بيكون متفقين ان المقاومة في لبنان وفلسطين واحدة ومعينها واحد يعني عكس ذلك على الثقافة والعكس صحيح السياسة ايه دائما انا صلنا اربعين سنة بهالشعار الوحد الاسلامي بعد كل هذا الجهد اقول لك التوحيد يجب ان يبدأ من توحيد الشعار السياسي لانه اصلا الفصام حصل من انفصال الشعار السياسي انا سمحت الشيخ ما ارحموا يعني انهيت بشكركم يعني انا الوقت معكم ما بيحس الله يحفظ سمحت الشيخ عظم الله اجركم شكرا الله ليس فقط المسلم على فكرة الحسين بل الإنسان شكرا لكم الله يحفظكم ان شاء الله يقول الشيخ العلاي رحمه الله كربلاء هي ألام العاشق إنسانية ارتقت إلى نبوة حسين مني ونبوة هبطت إلى إنسانية أنا من حسين السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله الحسين وشكرا لكم على المتابعة وإلى المنطقة إن شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة